السلام البنات اليوم سأغسل البند سأغسل البند كيف تغسل كيف تغسل البند كيف تغسل بطريقة كيف تغسل كيف تغسل مزاجه طريقة التي تقدروا تدخلوا بوصفات جديدة بالنسبة للناس ومع المزاجه مهمة يجب أن المزاجه لا يدخلوا حالين موبيل 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 يجب أن تذهبوا لأيضان يقلبوا على موبيل موبيل سأغسل تغسل ويجب أن تتبعوا لتغسل مع الروبو ومن بعد يدخلوا لكم موبيل ومع المزاجه لم أقوم بإعطاء نتيجة فعالة وكيف تدخلوا الوقت تسنى الماء تسنى الماء تسنى الماء تسنى الماء أول تسنى الماء تسنى الماء تسنى الماء موبيل يدخل الماء يدخل الماء ولكن شخصيا لأنا تسنى الماء لا تسنى الماء وأنا أجعل الماء الماء تسنى الماء هذا المصر لا نغسل المصر بكل مالي يسألوني لماذا لا نغسل المصر هذا هو أحد الأسباب في الفيديو يجب أن نغسل المصر ويجب أن نغسل المصر هذا هو أسباب لماذا لا نغسل هنا فيما تشاهدون هذه العجينة نستعمل هذه الشيطة لأن الشيطة بشكل كينين متوفرين بأتمينة جدا مناسبة كينين في أكسيون في إيكيا عندما تشاهدون هذه الشيطة سوف تعملون المصر ويجب أن تجعل هذه العجينة لا نشفع يجب أن نجح نضع هذه الشيطة سوف تنقها لأنه لا يحتاج إلى شيء كثير فهذا أكثر أفضل مصر يجب أن نغسل المصر لأيض فقط يجب أن نضع المصر يجب أن نضع المصر يجب أن نغسل المصر نضيف الشيطة و نبدأ في هذا الماء أبقى الشيطة تركت مقوية لا يوجد مشكلة تقلع بعض العجينة للاسق نضيف الماء حياته نضيف القطرة نضيف الشيطة نقلع عجينة نضيف المهنة نضيف الشيطة من نصف طريقة نضيف العجينة كاملة وبنسبة للبنات الذين يريدون أن يغسلوها من اللور ومن هنا برا كيف تغسلها لا تخافوا عن كثمرتكم را كيف يدخلوا لها وتغسلوا من هنا ومن هنا في ملابوت وتغسلوا كيف تغسلوا سوف يجب أن يتمشوا كيف تغسلوا وصافي ها هو كيف ترونه تنقى من الداخل من برا يعني اغسلتوا من جميع الجوانب في قل من جوش دقائق هكا أبخير كانين طرق أخرين كتستعملوا إما التيربو كتحطوه كتزيدوه الماء وقدروا التيربو من واحد مدة عشرة دقائق كي يحيد لكم ذلك الشيل كثير ولكننا كنفضل هذه الطريقة عادية وما تكون صميلا بزافت المال أولو وعلى بيدك حيدي فسح وهانتي تهنيتي منه وعلى نتمنى هاد الشي اللي قلت لكم اليوم ما يكون نفاعكم بسي اغتو هذه القادية ديال كيفاش نحلو كونت في علاقة باللابليكاسيون باش نتري شعر جيولورسات وطريقة تنظيف وكيفاش نحيدو الموس وعلى نتمنى هاد الشي كامل نتمنى ينفاعكم وعلى نخليكم على خير وعلى بروشين فوا ان شاء الله بسلام عليكم